وين فينا نخفف النفقات؟ ما عم نقول أنه الإصلاحات طبعاً بس لأنه قبل البريك تما نضيع البوثي كنا عم نقول أنه خيبنا نساعد الدولة علماً أنه هي بتعرف كتير منيح بس بدنا نتساعد ونفهم وين هذه الدولة بتقدير أكتر قطعات تقدر تخفض فيها النفقات تنقدر نقلع على الأقل بالوضع اللي نحن فيه وما نوصل للأسوأ كل القطاعات اللي الدورة محتكرتها لازم بقى تفكي كل الأحتكارات اللي فيها سميون كلهم كهرباء الاتصالات أوجيرو الميدل إيست المطار الملف ما هيك؟ هاي دي كلها احتكارات الدولة مستلمتها خليني أخذ مثال الكهرباء وارجع بالكهرباء والاتصالات لأنه أكبر اثنين والبيئين الميدل إيست مهمة والكازينو مهمة بس الكهرباء والاتصالات أهم أحتكارين بلبنان كل اللي بقيين احتكارات وهو اللي خربين البلد يعني أول شيء الكهرباء اللبنانية سوق إدارة الدولة للكهرباء عم تكلفنا معدل 2 مليار دولار كل سنة 2 مليار دولار كل سنة نحن هلقوا 1.2 مش عاديرين ندفعها 2 مليار هلق هاي السنة عم يقولوا بدون ينزلوا خسير الكهرباء لـ 1 مليار لمليار دولار بس بس كيف؟ بدون يطفوا تقنين يعني بدنا ندفع متارهات وبالتالي هاي دي طريقة إدارة الكهرباء هي طريقة سيئة جداً كل البلدين اللي كان عندها مشكلة كهرباء مثل مشكلتنا وبتشبهنا يعني شو هي بتشبهنا يعني أنا اليوم باللبنان مالني بالسويد بالسويد الدولة بتدير قطاع الكهرباء بتديره نحن باللبنان الدولة بتدير قطاع الكهرباء بتخربه هلق في نيس كمين بدو يسلموا الدولة لمصاري يعني الدولة مش عبتقلع لاب الكهرباء ولا بيشيو بدو يسلموا بعض قطاعات زيادة بس هذا موضوع تاني. الدول اللي بتشبهنا مثل جورجيا. مثل مثل جواتيمالا. اللي هي عندها مؤسسات ضعيفة. ما هيك؟ اللي عندها مشكلة فساد كبيرة. اللي عملته أنه فتحت هيد القطاعات للمنافسة. يعني قالت مين ما بيحب يعمر معمل كهرباء. يتفضل يا عمر. أنا ما خاصني معه. ومين وبيحب يبيع للعالم كهرباء؟ يبيع للعالم. أوكي. إجوا مستثمرين قالوا لحظة يعني الشعب اللبناني عم يدفع في تورة موتور 100 دولار. إذا أنا بعمل معمل كهرباء محترم بيعه 50 دولار. هو بيربح. خارج نطاق الدولة عم تحكي. يعني هون فتنا بيشي بيشبه الخصخصة يعني. منافسة. إذا الدولة بدأت خلي كهرباء لبناني. في فرق إيه. بس أنا هادي في نقطة كمان كتير مهمة. أنه الفرق بين الخصخصة والمنافسة. اليوم أنا ما عندي مشكل الدولة اللبنانية إذا عم بتدير شركة كهرباء ربيحة تظلت تنتوش كهرباء وتبيع للعالم. بس ليش بدأت. وابتيني أنا ما بدي خصخص كهرباء لبنان. بس ليش الدولة مانعة حدا تاني يفوتوا يعمل معامل كهرباء. أنا بقلك اليوم في صناعيين لبنانيين. مخنوقين من كلفة الكهرباء. إذا الدولة اللبنانية بتسمح لهم يعمروا معامل متل ما هني بدون. مش متل ما هي بدأ. متل ما هني بدون. بيتمنوا لأنه بصير عندهم كرفة كهرباء واطية. بصيروا بيقدروا عنو صناعة بتقدر تصدر تنافي. هيدا بدو قانونة نيه. القانون موجود للألفين واثنين. بس مش عم بيتطبق. في قانون بالألفين واثنين سمح للدولة اللبنانية أن تطعطي تراخيص لإنتاج الكهرباء لمن ما بيحب. يلي هو الاربعمائة واثنين وستين. مئة بالمئة. هيدا القانون للأسف الشديد لحد اليوم. الفين واثنين لليوم مديش عنائين 18 سنة. 18 سنة ما تطبق. ليش? لأنه وزارة الطاقة مصرة أنها بدأت تدفع من جايبة الشعب اللبناني تكاليف بناء معامل وخطط كهرباء وإلى آخر. رغم أنه أنا بسميلك بريطانيا العزمة. عائين مارغرات تاتشر. وصلت لها محل أنه شايفت وكتبها كانوا أحسن منها أنه الدولة مناعية في تدير قطاع الكهرباء بشكل مزبوط فتحولها للمنافسة. بيحقوك على الدول السكندينفية في جزء كبير من الدول السكندينفية كل أوروبا اليوم فيك أنت تكون يعيش بفرنسا وعم تشتري كهرباء من شركة بإلمانيا أو بإيطاليا أو ببولندا أنا بعرف إليس بفرنسا بيشتروا من شركة ببولندا إذا أنت عيش بمدينة لندن مدينة اسمها لندن في عنديك 45 شركة مستعدة بيائك كهرباء هذه المنافسة بتأمن كلفة واطية على المستهلك بس الأهم من هيك ما بيقود فيها داعة دولة تصرف مصاري لعلى الاستثمار الكهرباء اليوم حطيني خط الكهرباء بتكلف 4.6 مليار دولار 4.6 مليار دولار ليعمروا معامل ويضبطوا الشبكة طب لشو إذا فيه لون كطاع خاص بيجي بعمر معامل هذه المعركة أنا شوية عم بحكي عن كهرباء بس رح أرجع عكي كمان بس هذه مالة هون لأنه فتت بموضوع هذه صحيح يعني إذا كانت بدا تصير مش بدا تكون تحت إدارة كمان ونظر بالنهاية الدولية وإلا بتكون أنت عم بتفوت بمتاهة تانية يعني على الأقل أنت بحاجة لهذه أناظمة دولة أنا مية بالمية أنا موافق معك مية بالمية الدولة شغلتها تكون حكم إذا حدا زعبر تحطه بالحبس تعمله وزابط تعطي بطاقة حمراء بس ما شغلتها تحط قول وما شغلتها تعطي باس يعني ما شغلتها للدولة تنتج كهرباء أنا أقول إذا تنتج كهرباء تنتج عندك كهرباء لبنان أصلا كهرباء لبنان ما بتتحسن إلا ما تكون عم تتنافس مع شركات تانية كل شي وما في غيرها رح تضل أنت رح تضل مش منيحة هي المنافسة بحفز على إذا بدك الإنوفيشن على التطور وبتحفز على حسن الإدارة إذا أنا اليوم ما عندي خيار إلا أشتري من كهرباء لبنان يا بشتري من كهرباء لبنان يا بضرب راستي بالحيط بس حتري نعمل لا اتصالات أنت بدك مصاري أمي بالمية بدك مصاري هلأ من وين ها 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 المصاري بدنا مصاري تفوت على لبنان لحد اليوم المنطق تبعنا كان أنه الطريقة الوحيدة لنفوت مصاري على لبنان هي عن طريق الاقتراض بدي تضيان ما هيك يورو بونز ما هيك أو المصاري في اللبنانية بتعطي فويد عالية لتجيب مصريات المختربين هلأ مع الترين اللي شلحنا هم كمين مصريات وتتحطها عندنا كلمة تروح تضيانة للدولة لحد هلأ التمويل الخارجي كان عم بيجي على شكل دين في طريقة تانية للتمويل الخارجي على شكل أكوتي على شكل استثمار برأس المال بتجي شركات أجنبية بتبني هي معامل كهرباء من جيبتها ليش بتضيانة للدولة الدولة عن مرة بتضخ رأس مال بالبلد بالاتصالات اليوم نحنا في لبنان عم ندفع أعلى فتورة اتصالات بالعالم العربي وعندنا من أسوأ الخدمة خدمة سيئة 100% وبالتالي أنا ليش لأنه بيتروحي على حياة لبلد ما هيك ما عندك فارج أو شركتين اتصالات محتكرين السوق مين أنت اليوم فيك تفوت تفتحي شركة اتصالات وإذا بتقدري تعطي خدمة أفضل وكلفي أعلى الناس تشري من عندك ليش الدولة بدأ تمنع الناس تفوت وبالتالي دخل أموال بيجي هذا مفهوم الاحتكارات يلي صار وهذا مفهوم الزبائنية ومفهوم تقاسم الجبن يلي صار بالبلد وهذا وصلنا له وهذا غير شو بدي يغير هيدا الروحية أو هيدا النهج جيد بس بدي وضيح نقطة وبرجع لك هيدا شي غير ما أنا أقول أنه بدي أعطي احتكار الاتصالات لشركتين ما هيك يعني أنا عم بقول أنه الشراكة مع القطاع الخاص فيها تكون كتير سيئة إذا الدولة اللبنانية عم تعطي احتكار لشركة أو لشركتين مثل ما أنا عملي بالاتصالات ومثل ما أنا عملي بالميدلئيس ومثل ما أنا عملي بالكازين وهيدا الشي سيئ الدولة لازم تفتح القطاعات على المنافسة بشكل مين ما بدو يفتح شركة طياران بلبناني يفوت يفتح شركة طياران ويوظف الشعب اللبناني مين ما بدو يفتح شركة كهرباء مين ما بدو يفتح شركة اتصالات هيدا بحاجة لشو هيدا بحاجة بدك تكون من حدره أرضية في ثقة على الأقل يعني اليوم طالما انت ما عم تدفع كيف بدك تقنع هؤدي المستثمرين انه يجوا يستثمروا عندك وانت وضعك مش واضح اليوم اللي ما عم بيدفع هو الدولة اللبنانية اذا الدولة اللبنانية بتقول للمستثمرين تعوا عمروا معمل كهرباء وانا بيدفع لكم حقه ما رح يجوا لانه الدولة ما معتدفع بس اذا منقلهم ليكوا الشعب اللبناني عم يدفع في طول التليفون 100 دولار عمروا معمل بتبعوها للشعب بلا ما تقطعوا بمنظومة الدولة بيجوا لانه الشعب اصلا عم يدفع ما هيك وبالتالي لانه اليوم الدولة مقزومة بس اذا بدو يدفع بنفس الكمية شو بدي فيها انا بيدفعهم للدولة شو بدي ادفعهم لقطع خاص اذا جيت انت ولا عملت شركة اتصالات ترجع تعطيني الفاتورة 100 دولار ما تشتري مني اكيد ما بشتري مني وابتالي انا كشركة اتصالات بنكسر انا الحل الوحيد لضلني بالعمل هي ان يقدر فوت وبيع ونافس بش سعر اقل ما هيك الشعب بيستفيد اصلا الشعب مخنوق ليش بدي بيعوا كهرباء غالية اليوم كلفة المجي على لبنان انا قارنتها مع كلفة الدول المنافسة لقلنا بالسياحة تركيا ابروس اليونان جارة تانية مش رح نسميها بالشمال بالجنوب سوري ومصر ما هيك كلها ياتهم كلفة تكت الطيارة من اوروبا لعندهم تقريبا 200 دولار نحنا 600-700 دولار ميمدوجي لعنا ليش عندي احتكار فارج شركة اسمه الميدل ايست ما بدألك هني ما عندهم ميدل ايست دول كلها مزوط عندهم لفتنزا وعندهم اير فرانس وعندهم كتير شركات واصل ليش انه تضل الميدل ايست ما عندي مشكل بس انا ليش بدي امنع شركات تانية تفوت على قطاع طيران وتنافس وتعطي تكوتي خصة هيك بتنعش كيف بديك تفوتي دولار على البلد هيك بديك تفوتي دولار على البلد نحنا اوكي هيا اول نقطة مشين ما بقى نضيع وقت فيها اللي هي فتح تفكيك الاحتكارات هيا شغلي كتير كتير مهم فيه اصلاحات سيئة عامين حكى فيها اللي هي اذا بدك نحنا باللبنان عنا كتير قطاعات ريعية اوكي ولأقولها بالعربي اللي مشبرح لانه في سوء فهم لما هو القطاع الريعي القطاع المنتج هو القطاع اللي بيفوتليك دولار القطاع الريعي هو القطاع اللي عاوز دعم الدولة لا يقدر يعيش هيدا ريعي لانه يعيش على ظهر الدولة دولة من مين عم تجيب مصريتا من الشعب هيدا حال شو هي القطاعات الريعية في لبنان الصناعة جزء منها ريعي وجزء منها بيصدر ما في مشكل بس في جزء من الصناعة ريعي الزراعة نفس الشي في جزء منها بتحول لنبيد لمعلبات وبيتصدر هيدا ممتاز وفي جزء ما بيقدر ينافس ما هيك فجزء من الزراعة ريعي جزء منه منتج السياحة نحنا قطاع جدا منتج دي بيفوت لنا دولارات السياحة والسفر والخدمات هذه القطاعات المنتجة وقتا بتجي الدولة اللبنانية بتقول أنا بدي أدعم القطاعات الغير منتجة مثل الزراعة وصناعة هذا خراب بيوت أنا أدعم قطاعات عم زيد الريع ما هيك وبالتالي اليوم زيادة إذا بدك زيادة الكفاءة الدولة وزيادة قدرتها على الاستيراد تطلع بتبلش من خلال وقف دعم كل القطاعات الريعية الكطاع اللي ما نقدر سوف تريش تقول كمان اليوم أنه والله أنا بدي أوقف دعم الزراعة لا مع أنت اليوم بالوضع اللي أنت فيه لحتالي ممكن بعدين تصل لعملية توقف الدعم لما يقلع هذا القطاع ويبطل عايز دعم من الدولة اللبنانية كل شيء عم تدعمي ما بيقلع كل شيء عم تدعمي بيصير بيروح المزارع بسنا بدك أساسيات بالأول تخليه قلع كل شيء يلبي حاله صحيح كيف منخل الكطاع مثلا دولة مثل نيوزيلاندا كان عندها المشكلة دولة مثل نيوزيلاندا دولة مثل جورجيا كان عندها المشكلة اللي هي كان عنده كطاع زراعي مدعوم وضل على عشرين سنين مدعوم ولأنه مدعومي المزارعين يبرمو شو الشيء اللي دعمته الدولة يروحوا يزراعوا ليأخذوا المصاري من الدولة مثل ما عم يصير عندنا الدولة بتدعم التفاح من نروح مزراع التفاح تنقبض مصاري من الدولة هيدا الشيء وصلنا على محال ما بقى معون يدفعوا مثلنا هلأ ما عد معون يدفعوا فقالولوا للمزارعين نحن ما بقى بدنا ندعم نكون خلاص بس بنفس الوقت تفتحك قطاعات تانية مثل الكهرباء للمنافسة ليش بصير الصناعي عنده كلفة كهرباء واطية بدل ما عم بيستأجر موتور وكهرباء اللي بناني عم تنقطع عليه الزراعة بدي راي ما هيك ورأي بديه كهرباء انت اليوم اذا بتحلي مشكلة الكهرباء عن طريق فتحة للمنافسة ما بقى عايزة تدعم الكهرباء على الزراعة وبيصير المزارع يقول اوكي طيب انا ما عندي دعم للتفاح شو هو الشي اللي بقدر انا صدره ويفوتلي دولار بكون انا عم بحفز المزارع كرميل ينتج الأشياء اللي فعلا هي انتاجية ويوقف ينتج الأشياء الريعية هاي دي اصلاحات صعبة انا مش عم بقول انا اصلاحات هيني تفكيك الاحتكارات ما نحن تليوم كل حزب سياسي مسيطر على مرفق عام ما هيك انت اذا بدك تكسر الاحتكار بيعتبر هو صدوطه عم تخف بس هيدا شي لازم ينعمل انت اليوم الزبئينية جزء كبير مننا بيصير عبق عن طريق دعم الزراعة ودعم الصناعة ودعم المبعرف شو وتربيحهم منية لهالمعترين ما هيك وبالتالي هيدا هيدا اصلاحة كتير صعب خفض النفقات عندك مثلا الموظفين عندك فائد موظفين الحكومة لازم تشحط فائد الموظفين كل هيدول اللي فاتوا بالزعبرة واللي الدولة ما انا عايزتون واللي نحنا عم نتفعلهم مصاري وما انا عم بيشتغل وفيه جزء منه اصلاحات الصعبة اللي لازم تصير بعطيك اصلاح صعب بعد ايه اكيد تحرير سعر الصرف لانه حكينا عليه بالأول لانه هيدا بيحفز التصدير وهيدا بيخفف الاستيراد نحنا اليوم عجز بالميزان التجاري بس انت هون لما عم يعني بعدنا عم نقول لما تكون عم تعلو بشكل رسمي وخلص وتعتمدو في مشكلة كبيرة ليك معيك حق بس نحنا اليوم كل سيئات تحرير سعر الصرف اكلناها ما هيك الشعب اللبناني خسر قدرته الشرائية ما هيك من معاشو هيدا غير اللي خسر شغله لانه عندك ازمة اقتصادية لتحتمر ما هيك خسر قدرته الشرائية اوكي شو عندك ارتفعت الاسعار وبالتالي كل ما سيئه وأكلنها ما حاسنه انه هيدا جزالة من اللبناني ليه يا خسر شغله يا اما معاشو بطل عم بيكفل انه اصلا عم بيقبض نص معاشو اصلا كل شي علي بعد عنده ها شوية مدخلات بالبنك يا بسحبوا ايها على الف وخمسة بكون كمان عم اقتطع له اربعين وخمسين بالمية منها يا بسحبوا ايها على الفين وخمسمية تحرير سعر الصرف يعني السماء للمودعين بسحب مصرياتهم بسعرهم الحقيقة حاجة البنك عم بيكتطع لهم منها ما هيك اربعين وخمسين بالمية بفتكر بهذه الحالة اذا ما صار في ازدواجية بسعر الصرف اذا مش كان ثلاث طرق يعني او ثلاث أسعار للدولار بالسوق ممكن اذا بيقدر يسحب مصرياته بنفس القيمة طبعا اللي عم يشتري فيها برا او عم يتم التعامل مع برا بيكون اوكي الافانتاج بس معلش سوري على تحرير سعر الصرف انه انت نحن اليوم الدولي اللي بن نحن اليوم سوري القطاعات الانتجية بالبلد بتصدر تلاتة اربعة مليار دولار بالسنة بنستورد بتسات عشر مليار عنا عجز خمسة عشر مليار دولار يعني نحن لازم نأمن ما هيك ضهر تلاتة مليار اذا نعطيهم للدولة لانه الدولة عنده كتير نفقات خمسة عشر مليار بتا من الجوع لأمن احتياجات ما معيهم ما موصل لاخر السنة وكتا أمن احتياجات يعني اذا بدي أعطي مصريات الموضية ما بوصل لاخر السنة لأمن احتياجات البلد من الاستيراد لأننا ما مش بس نستورد خبز وبنزين وأدوية اللي هني هولي كلهم على بعضهم سبعة مليار اصلا كمان نحن نستورد تياب الناس بدها تلبس مستورد سيارات لأنه سعر الصرف 1500 بس يصير سعر الصرف 2500 أول شيء بيخف استيرادك لما بقى معاك مصاري تستوردي وبيزيد تصديرك لأنه كلفة الانتاج عندك بتنزل وبالتالي تفكيك الاحتكارات بتخفف كلفة الانتاج اللبناني تحرير سعر الصرف بتخفف كلفة الانتاج اللبناني هيدا الشيء بيرجع بينعشلك البلد وطبعا تخفض نفقات الدولة وتحديدا على الموظفين وعلى كل شيء مدعوم هيدول الإصلاحات اللي حبين كنا نسمع بقفل وهول الإصلاحات سمعنيهم من رئيس الحكومي مبارع طلع قال نحن بنعمل إصلاحات صعبة وبتكون تتوجعوا بس هيدول الإصلاحات سنتين صعبين سنتين ونرجع منقليع